أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن انطلاق حملة عسكرية لتحرير مناطق غرب محافظة الأنبار من قبضة تنظيم داعش وتأمين الحدود الدولية للمحافظة التي تتصل بثلاث دول وهي سوريا والأردن والمملكة العربية السعودية قيادة العمليات المشتركة أكدت أن قوات الجيش المتمثلة بقيادة عمليات الأنبار وقوات الحدود شرعت بعملية واسعة لتحرير عكاشات وفتح الطريق السريع الدولي باتجاه عكاشات إضافة إلى أن تلك الحملة تسعى لتأمين الحدود الدولية لشمال المنطقة في وقت أكدت القيادات العسكرية أن منطقة عكاشات تعتبر مفرق الطريق بين شمال غرب الرطبة وجنوب شرق القائمة غرب الأنبار احتلتها داعش في مطلع عام 2014 فيما تضم المنطقة نحو 500 منزل مؤكدين أن في هذه المنطقة توجد مخازن ومعسكرات للتدريب ومصانع للتفخيخ وجيوب ومظافات للانتحاريين ومركز للقيادة والتحكم وخنادق لعناصر داعش وبعد ساعات قليلة من انطلاق المعركة أعلنت قيادة العمليات المشتركة من سيطرة قوات الجيش العراقية على الطريق السريع في عكاشات وعلى المنطقة بالكامل واستمرار القطاعات العسكرية بالتقدم باتجاه أهدافها المرسومة بعد ساعات قليلة من انطلاق معركة تحرير مدن غرب الأنبار تمكنت قوات الجيش العراقي من السيطرة على الطريق السريع في عكاشات واقتحام المنطقة والسيطرة عليها بالكامل بعد مواجهة خفيفة وهروب عناصر التنظيم خارج المنطقة في رأس الدوليمية الإخبارية بغداد